اشتركوا في القناة مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالاً هاي يا جيجا اسمك لطيف قوي لا لا بايزين انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزله على سايت الابلود خصوصاً الفيديو بتاع البنتي الشغالة والراجل السايح الانبكاني عجبنا؟ عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شاقي؟ الله دي دي عايز يسمع صوت مونيكا تب كلامهم انت عطول بتعمل صوت مونيكا في التليفون ايه المشكلة؟ ده انا مش قادر اركز بصراح عاليا انت عملي كده؟ تخرجوني بر قلة الادب بتعيدكو دين تول اتنيه عاليا عشقات الادب اسفة يا طهر ما اسح عاملوا يا جماعة ما مش وقت الكلام ده الموضوع على بجد تبعدتوا الرقم اتكلم انا هبعط له الرقم تبعد الشاشة خاطرنا تبعدوا عشرة رقم غريب اكيد هو عاليا عالو ايوه انا مونيكا صوتك حلوة قوي يا روح الروح مرسي خالص قولي بقى عندك كم فيلم من دول؟ عندي جيمية فيلم كده مية؟ دول كتير قوي مفيش حاجة تكتر عليك يا روح الروح طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم ساوي يا روح الروح طب انت باين عليك شيء قوي انتي لسه شوفتي حاجة طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر شمعنى عن الافلام دي؟ ايه روح الروح ايه روح الروح اللي انت عملته اللي انت عملته الهالي دي وبعدين يعني السايح ده في حاجة شدتني مش عارفة ايه هيا هو انت بتاعت سواح دي؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه طب بصي انا هحسب حزبتي ورد عليك طيب ايه تتأخر علي؟ هستنيك جيجا لا اله الا الله محمد رسول الله باي باي مالش 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 ما انت تلاعتي بيتمثلي اهو بقى من عملونا فيها امطل ايه؟ انا شخصيا صدقتك اصلا اتعودت لما اعمل حاجة اعملها صح يا ما اعملهاش خالص اموت انا في المبادئ اوه الله يخرب بيت امتك اقول حوار ده كله بسبب غبوتك خلاص بقى يا لها تكلشواد قطر من يهلا ولكاي اخرص خالص ولما ايه ما اتفتحش بققك بسيبنا يخلص معاه فهم؟ وانا منقب انت فتحت بق ازفت انت يا اخي يا رباوتك هو اتأخر كده ليه؟ بازك وتحسن الراجل جاي انضف صباح على على اوسخ ناس الهارد فين؟ الفلوس فين؟ اشوف الهارد الاول ماشي الهارد ده هو وش ضماني بقى انك معملتش نسخة تانية عشان طيبنا عليها والله يا كل شيء نصيب لا ما احنا مش لعبة ولا تشوكش خفيدك يا رحمك بقولكو ايه يا غال انت وهو الهارد ده هو خلاصوا وهدوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم ولا انتو عايزين ايه بالظبط عايزين الهارد بس عمرك معاه يا اولاد الكلب وبعدين يا شاوي عاطف بصورة عهات العربية خلينا لقى الجسة دي خربت امك وانا عنشي الوزن ده كله ازاي امك خش هايات اللي قلتلك عليه يا ابني اللي ايه دوقتني معاك موسيقى موسيقى يا بنتي انا خايف عليكي بابا انا قررت خلاص اركوك بس ساعدني في اللي عايز عامله ايوا بس دي مخمرة بابا انا قررت خلاص لو سمحت ما تقلقش علي انا فاهمني بعمل ايه ايوا بس دي دي مخاطرة اتطمن يا بابا انا مرتبة كل حاجة اتقيل انت بس اتطمن عليك ازاي بس وانا حاسس انك في خطر طب انا هكلمك كل شوية وهطمنك علي اوكي كده يلا بقى يا بابا انا ما يبقىش طولة اكتر من كده هتأخر عشان هلحب ربنا احفظك من كل شر يا بنتي اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اللقاء ايه او منصور ده؟ لغاية دروقتي مش شاف ايا حاجة تشد ولا حاجة جامدة ما هو زوجة خدميني قوي ها جيجة على الرأيك الله منصوبة ده أكيد اللي عايز ده الأفلام دي منك زوجة نفس الجو ده ما هي أمزجةش إيه أمزجة؟ ده مزاجة عاكر قوي مش مستقنس خالص يا عامة جري عمل معروف جري أيوة بس أيوة يا عامة قتني البيت البيضة الحلوة المقلوازة دي يعني أي يا سلام؟ أخيرا الشاشة نوارت يا جهدع لا يا عامة جريلي المقدمة وخش في الموفيد على المستكان ناس على طول اعني إيه ده؟ آله إله ألا آله إله إله آله إلالللللل إيه إيه ده insignم؟ دي دي دخناق دي ولا إيه؟ يا نوري السود إيمان كريمية قتلى جيجة قتلى؟ المترجم للقناة ايه بتقول هتديني الفيلم بمتين جنيه يعني متين في مية بعشينها في بنية لا 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 لازم تكرمني شوية مش كده وبعدين يعني انا ممكن هنزل الافلام دي من عنات بس بقول اوفر وقت ومجهود ايه ده مش هلقيهم مجر عندك طيب يا سيدي خلاص انا جاهزة بالمبلغ جاهز نفسك انت وقولي هنتقابل امتى عشان نسلم ونستلم اوكي ماشي يا روح الروح باي ايه قليك ايه علي ايه قلي هيجهز امور ويتكلمني وبعدين انت ازاي تضربني كده معلش معلش انا خاف اوه يا جماعة يفلت من ايدنا يفلت ايه يا ابني الناس اللي زي ايه دي فلوس هي اللي اتجابها طب صحيح ان هنجيب الفلوس دي منين ما تقلقوش انا بكرا هروح اصحابهم من البنك ايه ده معقول يا كريم هتدفع المبلغ ده كله من جيبك يا جماعة انتو بتكرمه ازاي ده ادم ده اخوة وعدين لازم اقف جنبه وفي زنقته وعدين ده احنا بيننا عيشه مالح يعني راجل يا كيمو كان عنده حق ادم اما كنت بقولي عليك سيس كان بيقولي لا اللي هو الده راجل وجاد علي بس بعشان جسمي اشعر وحقاية طمن على اهلك يا ادم هما كويسين انا بسأل عليهم على طول ما بسيبهمش استعبوني المرضي اويع بالمقلولي عنوانك ما عليش عذرين برضه ولا ابنهم هما القانين عليهم وما صدقوا يتطمنوا علي في اي مكان ما اقول لنا قانين عليك يا ادم ده انا مصدقت اتطمن عليك ده حتى الزبط بتعامن الدولة الاسمه شام جالي لقتلي وكان عايز يتطمن عليك ايه واي تكون يقولت له حاجة؟ لا طبعا انا مجمونة انا شعرفني يكون بيمثل علي عشان يستدرجني في الكلام ولا حاجة بس هو في اخر القاعدة ساب لي نمر التليفون وقال لي لو عارفت عنك اي حاجة باكلمه معاك الرقم؟ اه انا جبت لك الكارتة عشان شوفه خليه معاك اه تام باي سihuولوك ما عليك ي اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا ايه يا ادم ايه يا حبيب انا قلبت عليك المسارعه من لقيتك شبام انت كد فين يا ابن رد اده نانسي يا خير اه آه نانسي بتاعت الحادثة طب واقعد اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا speed بالمناسبة ادم كلمني عنك كتير بس كالعادة هو ما بيقولش كل حاجة عنده ما قليش على حاجة مهمة جدا ايه؟ اولا ما قليش انك زي القمر نمرة اتنين ما قليش انك راهبة لا انا مش راهبة انا لبسة لبسة ده بس عشان اعرف اجي هنا خلاص يبقى انا موافق من حيث المبدأ موافق على ايه؟ ان احنا نتخطب فترة صبيرة كده نتعرف على بعض وبعد كده نعمل اكليل اهله وسهلا بك ابنتي اهله وسهلا نورت الدنيا كلها مش معقول اللي بأسل ده الموضوع ستاة الهان ده وانتوا في مكانكم حلق ست يا فندم الموضوع طلع اكبر مما كنا نتخيل المسألة مش مسألة تنظيم بيدمع ناصر اسلامية وتطرفها وباس لا ده فيه مسحيين كمان صحيح فيه مسحيين لكن مشتبه طورتهم بسلة مع ادم لكن ده مش شرط خالص ان يكون فيه تنظيم سري ولا حاجة بص عدك انا شايف ان دي جريمة قتل عدية جدا وبخدت اكبر من حجمها انا لما اقول فيه تنظيم يبقى فيه تنظيم وراعي دايما يا شامي مذكور اني رتبة اعلى منك واعرف عنك بكتير قوي يعني لسه بدري عليه كتير كتير قوي مش بالاعدمية يا باشا وبعدين انا لو ما كنتش ظابط كفء ما كانوش عينوني في امن الدولة كانو حطوني لمؤاخذة في المطافي وبعدين كونك رتبة اكبر مني ده قدع ان يكون فيه احترام متبادل ما بينك مش كل شوية اهانات 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 وانا اسكت وقول ما عليش رتبة اكبر منك مش هينفع كده يا باشا بقولك يا شامي مفهوم انا اتبقى منك ايه انتو هتتقالوا قدامي ولا ايه اطلب بانا السيلاك والغطل تقلاص وخدام وبعدين يسيفي ايه انت هتتوتر لأكتر معنا متوترين ولا ايه ايه ده شو هي انا اسف معليك بيتقالترجدا لفترة دي هو عندي مشاكل كتير شوف يا سيف يا حبيبي لو انت حاسس انت اتعبان ممكن تستريع ونشوف ايه زميل تاني كامل مع شام لا 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 كامل لي افنم القضية دي بتاعتي وما فيش حد حيقبض على ابن صابر ده غيري وانا في الليلة دي يا قاتل يا مأتول هاي يا كريمة ازايد؟ انا انسي الزيب انا اسف جدا طبعا ان انا جيت فوقت غير مناسب لا يا ابني اذا انت اتناور البيت بيتك واضح قوي ان احنا قربنا من دليل برؤية ادم بجد ازايد هاتي الكمبيوتر بتاعك عشان لازم افراجك على الفيديو ده ضروري قوي سمي المصالح مش بيرد عليها خالص وعلى فكرة دي مش عويده معايا مش غيرش دماغها يا صاحبي هكليس احب له موزة ومؤديها بعيد عن الناس ابو معدين الافلام دي عايزين يشتروها منك ليه؟ والكده ممكن يكون فخموا البوليس ايه؟ يا انرى ريسود البوليس؟ لا هو انا كده بقى الان وخايف بجد مش هو ده ريتشارد الامريكي؟ اه هو واضح انها ضحية من ضحياء انا كده اتأكدت ان الراجل ده ما كانش حطت الكاميرات دي لمراقبة كان حطيته عشان استدرج البنات بتاعته ايوة طبعا وانا يوم ما طلب مني عماله اماكن الكاميرات في بيته قلت في حد بيعمل مراقبة جوه بيته هديك يا عرفتي بالمهم دلوقتي ان الفيديو ده ما عمله ابلود عن نت ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حركة اللي معاه الفيديو ده معاه الهارد اللي عليه الجريمة متصورة كاملة باكيد طبعا دلوقتي انا انا بتكلم معاه عن نت وحاولت استدرجه واتفقت معاني انا اشتري منه كل الفيديوهات دي بسعر مغري قوي هو مين الراجل ده؟ هو الحياة انا معرفوش بس يعني اللي انا شايفه نوعه عن نت اسمه جيجا تاكيد هو ده اللي سرق الحاجات بعد ما احنا خرجنا ومن ضمنهم الهارد ده؟ مش عارب بس انتي الجدي لازم تساعدينه اوكي بس هساعدكو ازاي؟ تيجي معايا النهارده وجودك معانا هيبقى مهم جدا ماشي يا المقابلة دي امتى؟ كمان ساعتين خلاص اوكي اجي معاكو طبعا لا يا بنتي انا اخترح يعني انكو تروحوا للبوليس الاول بلاش تخطر بحياتكو مع راجل مجرم زي ده ممكن يكون مسلح اتمن حضرتك انا اتفاقتي معها خلاص نوعه هياخد فلوس والموضوع هيخلص ودي عشان خاطر يا بابا ما تحرمنيش ان انا ساعدهم في اي حاجة ممكن تلحق قدم عشان خاطري حاضر حاضر يا بنتي بس تخلي تليفونك مفتوح على طول عشان اعرف اتمن عليك كل شوية اوكي اتمن يا انكل معاها رجالة موسيقى 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 اشتركوا في القناة تليفونه مقفول هنعمل ايه يمكن خلاص على وصول على وصول ايه جماعة ده معاده بقاله ساعة اكيده بتأخر علينا ما خاف يكون شك فينا وبتهرب مننا فكروا بسرعة عشان لازم نشوف حل احنا قفين في الشارع طب نستنى شوية يمكن يجي ولو ما جيش فالله ولا فيلك بقى يا اخي اكيد يشو الله هيجي اللي انتو شايفينه انا هعمله عايزين تعمله ايه مش عارف نستنى شوية كمان اه لازم نستنى ما نردت حالة تاني خلاص نستنى اهلو ايوه يا هانا ازاي انا ننزي اعمل ايه بقولك ايه انا خلاص رأتبتلك المعادل اللي كنت وعدك بيه ركزي معايا قابليني الساعة واحدة بالزبط في الحمام بتاع محطة مصر واحدة بالزبط يا هانا وخلي بالك لحد يرقب كلامش وراكي ما تتأخريش اوكي ماشي حاببتي مع السلامة موسيقى 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 لأ انا حاسس ان الراجل ده حاسس من ناحيتنا بقلق وده اكدلي ان هو اللي سرق وفي نفس الوقت قرر ان هو يختفي عشو ما نعرفش نوصله لا بس انا عندي رأي تانية معلم الراجل ده مش هو اللي سرق لان لو الراجل ده هو اللي سرق كان هيداري الفيديوهات دي عشان يداري على جريمته وفضحته انا مع طاهر في الرأي ده هو ما يعرفش اي حاجة عن الجريم لانه لو كان يعرف ببساطة ما كانش هيتجرق وينزل اي حاجة منها عنك عموما احنا هنفضل وراه لحد ما نجيبه يلا يا طاهر علشان ما نتأخرش على الوقفة والنبي وقفة؟ وقفة ايه؟ وقفة احتجاجية عاملينها جمعيات كلنا ايد واحدة عشارغلوها الاسعار وتحديدة من اللحمة هو انت كمان انضميت لجمعيات ايه كلكم ايد واحدة واشمعنى بتقول اللحمة كده بحرقة عشان ما باكل هاش يا كيمو وانت ن kleinزلتدك كل لحمة كل فراخة كل سمك وما الموضوع اكبر من كده كيمو وان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير واد شر عليك يخويا ربان عباد عندنا كل شر يقرأ ما فيه شر أكتر مننا أخي ربنا يزيحنك وعننا عمامين تعرفوا حسني آخر مرة حشوفكم فيه لا يا أخوة ما تقولش كده بعد الشر عليك ما تقولش كده أبا والنبي حقك عليا يا أخي انت اللي وبيع لي قلبي حقك عليا يا أخي يخص عليك ما تقولش كده يا أمين عشان خاضري هو الصداير يا صبرة أنا مش هلحق أعيش له لأسف مؤرستوش جرعار هيعروا باية همرا حقك عليا يا أخي أنا فشلت إن أنا كلك للأب اللي بتتمنى يا وانت أبو يا وانا بحيط بك زي ما انت أبو ما عملت أنا ما عملتش اللي كان مفروض أني تعمل ما قولتش للغلط لك رديت بالظلم وتطيت ومشيت جنب العاد عشان أعرف ربيكم الزلام أما الزلام والكبت الموجة عشان أخلكوا تعيشوا مبسوطين حبيتين ومش بس كده ده اللي روحت لربنا لحد بيته وتمنيت وتمنيت إنه ينجيني ويستردين فيه بجاحة أكتر من كده فيه بجاحة أكتر من كده بس أنا كنت عارف إنه إنه غفور ورحيم رحيم سامح طبعا يا أخوي ربنا غفور رحيم وبي سامح بس ما تتكلمش أكتر من كده ما تتحبش نفسك سيبيني سيبيني يا صبرة أتكلم أنا أنا عشت 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 كاتم في قلبي واجع لحد قلبي مواجعني كل 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 طفع صبرة أمان عليك وصل وصل عيالي وصيهم وصيهم يقولوا للغلط لأ وهم ما يعملوش زي أنا ما عملت فهميهم إنهم ما يردوش بالظلم ويقولوا للغلط لأ فهميهم فهمي 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 موسيقى 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 يا نانسي، إيه اللي جابك يا أنا؟ مش عايز تشوفني يا أدم؟ هو ده اللي بيننا بدل ما تديني فرصة أقاف جنبك في محنتك؟ ليه؟ ده أنا عمري ما تمنيت حد قدك، إزاي ما بقاش جنبك؟ أنت مجنونة يا بنتي، أنت عارفة أنا بحبك هل ليه؟ بس أنا بجد ما بيتش عارف الصح من البلد أنا عمري ما حسيبك يا أدم، حتى لو أنت سبتني الموضوع مش فتح السدر يا أنا، أنت عمري ترافي عني أن أنا مش جدع؟ إنت أجدع واحد في الدنيا طب عمري سمعت أنا واحد جدع قناني؟ مين قال إنك قناني؟ وهنا لو علقتك بيا، أبقى قناني، أنا عندي مشكلة كبيرة أنا، أنا مش يومين تلاتة وخلص مشكلتي أنا ما يهمنيش حاجة، اللي يهمني أنت وبس، أنا عمري ما حكون لحد غيرك، أنا فتحت عناية لقيتك، شفت الدريقة بعنيك، إزاي بعد كل ده تقول لي خلاص أسيبك، إزاي؟ أنا تعب أنا قوي، أنا تعب أنا أكتر منك، تعب أنا أكتر منك، والله العظيمة، بس ده قادرك، بقدرك أنك تحبي واحد ميت يمشي هانا روحك، يروحك يلا، يمشي، يمشي هانا أنت بيانا أنت بحي الأبزة، لنبي آخر يمشي هاشكا، ايشكا، 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 ايشكا أنا أنا لي عملت كده إذ؟ عشان بحبها الله يرحمك عمان بي الله يرحمك عمان بي الله يرحمك عمان بي الحمد لله على السلامة حبيبي عامل ايه؟ انت بتعاية خالب؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص فيه مالا؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس؟ معلش معلش يا حبيبي بكرة تروي وتبقى زي الفل بصوا حبيبي لو في حد ادك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك هتديها له ولا لا؟ ما كده هتديها له طبعا طب تخيهل بقى ربنا هو لدك الامانة دي وربنا عايز امانته ياخدها ولا لا؟ فيها خالب؟ بقاء الله ابوك تعيش انت 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 Ichab بسم C primera انت 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 شوفي أنا سمعت عن اللي قتل أمه وسمعت عن اللي اختص بأخته لكن بصراحة أنا أول مرة أسمع عن واحدة تفضح أبوها وتسجنه والله يا فندم اللي تربيت عليه أن اللي غلط لازم يتعاقب يا ليد كان في زيك كتير يا فندم على فكرة أنا ممكن أسجنك ممكن أسجنك بسبب الوقفة الاحتجاجية اللي انت عملتيها انت وزميلك عشان غلاء الأسعار وعشان كمان كان فيه خسائر كتير بس أنا مش هسجنك عارفة ليه؟ لا مش عارفة عشان انت بيت جدع جدع وبتقولي الحق خلتيني حيران ما بقتش عارفة حيكي ولا سجنك أفهم من كده أن حضرتك معنا في منهضة غلاء اللحمة؟ منهضة إيه؟ المقاطعة هي الحل مقاطعة على طول بس ده بيني وبينك عشان مش عاوز مشاكل غيبة يا عامر إيه؟ لأ طبعا حاولت منعوبة إيه طريقة لغيتها ما تصرف وجيلك خير يا نانسي قدم ببطى وفا ومصمم ينزل ياخد العز راحة فين؟ حروح الحل حقبل ما يتجنن ويعملها مسكين الولد ده ربنا يا ساب بره أنا مش عارف إيه اللي بيحصل ده وهي أخرتها دي أشبها بمعاك ها خطر بحياته وبنفسه كده وهو عارف إن إحنا أكيد ملقبين المكان بالعكس الموقف اللي فيه أدم عبدالحاية تلوقتي موقف مش عادي الخط نازل فوق دماغ أمه من كل حتة الواد مطلوب في قضية قتل وبه مات يعني اللي يمكن هو في الحالة دي يأخد القرار المصبوط يعني كده كده هيروحه ويعمل عز عشان يأخد عزبه يبصي الهينا باستنينه وفي استقباله وبعدين بني وبينك بقى تركيبة الواد ده تعمل ده جاي ساعتك أماما نحن نعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى جايان الطالعة دي مسؤوليتك أنا عايز المنطقة دي تتأفل صح لو نملة دخلت ما تخرجش